واجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكتب في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والرأي والإنتاج الزراعي والغدائي كما واجه بحشد جميع القدرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستطلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين أعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة والستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والريء ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ولواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاغتصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر ومن بينها المشروعات في مناطق شرق العينات وتوشكا وسيناء والصعيد والدلتة الجديدة بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكسف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والرأي والإنتاج الزراعي والغذائي التي تتعظم أهميتها حاليا في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي ترأت خلال الأعوام الماضية موجها في هذا الإطار بحجد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه